بمناسبة الاستضافات طيب بمناسبة الاهتمام الرسمي بالرياضة السفير المصري السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب كان له لقاء مع قناة الاهلي عن وصول بعثة الاهلي وعن أجواء هذا النهائي في الدار البيضاء نشوف كل تحية لكل مشاهدينا مشاهدة متابعة شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان من هنا من داخل ملعب العربي اللي بصديف تدريبات الناد الاهلي استعدادا لمواجهة فريق الوداد في الدور النهائي لدور أبطال إفراخيا لنسخة 20-22 مجوء كبير جدا طبعا بيقوم بمجلس إدارة الناد الاهلي بالتنسيم مع السفارة المصرية لتزليل كافة الصعاب عشان نتكلم في هذا الأمر نستفيد في الحديث يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية معالي السفير برحب حضرتك على شاشة قناة الناد الاهلي لصوت يعلو فوق صوت النهائي الأهلي والوداد الأوساط هنا في المغرب الأوساط في مصر تترقب هذه المباراة حطنا في الصورة وتمننا على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة ببعثة فريق الناد الاهلي أهلا بحضرتك في المغرب طبعا التنسيق مع مجلس دات الاهلي يتم منذ أسابيع ليس فقط منذ وصول يعني بحثة الاهلي هنا في الرباط في المغرب ولكن منذ أسابيع في القاهرة الآن تم وضع آلية لدخول الجماهير المصرية إلى المغرب هذه الآلية مبسطة تم الاتفاق فيها مع مجلس دات النادي الاهلي تتلخص في أنه سيتم معداد قوائم والقوائم دي سيتم منحها التأشيرات في مطار دار البيضاء وأيضا سيتم منحها التذاكر طبعا بمعرفة طبعا النادي الاهلي القوائم طبعا يقوم بعدادها النادي الاهلي حصريا والذي يقوم بعدد قوائم المشجعين التأمين عالي المستوى هنا سيتم تأمين أيضا الجماهير سيتم تخصيص أبواب في الاستاذ للجماهير وحتى موضوع الانتقالات ستتولى الشركات السياحة التي ترعى موضوع نقل المشجعين للمغرب معالي السفير عايزين نتكلم على الحديث الأوساط الإعلامية هنا في المغرب حضرتك للمس هذا الأمر قولينا الأوساط الإعلامية الشارع المغربي بيتكلم على المباراة زي شايفين المباراة زي وجود النادي الاهلي هنا في المغرب لا طبعا يعني الرأي العام المغربي والإعلام المغربي طبعا يعاولون كثيرا عن هذه المباراة فالأول هي مباراة تعكس صورة المغرب المغرب بيستطيق في النهائي وبالتالي محطة أنظار العالم كله يعني محطة أنظار أفريقيا والعالم والفيفا والكاف وبالتالي هم يريدون إنجاح هذه المباراة يقدمون تسهلات كثيرة لاستعداد كبيرة وعلى قدم مرساقينة في المغرب طبعا يريدون فاوز طبعا ناديهم طبعا ده شيء طبيعي ولكن أيضا يرحبون بالنادي الاهلي يعني مجلس دات الاهلي كابتن خطيب النادي الاهلي لهم هنا شعبية كبيرة جدا ومرحب بهم جدا في المغرب ولهم حتى جماهير محبة اليوم هنا أفراد الجالية المصرية هنا في المغرب بتفاصيلهم بالتواصل بالتواصل اللي بيتم بين حضرتك وأفراد الجالية المصرية طبعا كيف تنتظر زي المباراة هل في جالية هتيجي من خارج المغرب؟ بالنسبة للمصريين من خارج المغرب تم أيضا وضع آلية طبعا لهم برضو بالتنسيق مع مجلس دارة النادي الاهلي سيتم سيكون هناك مكتب في مطار الدار البيضة يهتم بالمشجعين المصريين سواء القادمين من مصر أو القادمين من خارج مصر وسيتكون هناك أي تنزاكر للمباراة بمعرفة مجلس الدارة النادي الاهلي موجودة في هذا المكتب يتم منح أطاقة هذه التذاكر للمشجعين المصريين سواء القادمين من مصر أو القادمين من خارج مصر بعض التصرحات النهاردة في الإزاعة المغربية لتناول التصريح حضرتك أنه هيتم تخصيص منافذ للتذاكر الجماهير المصرية برضو وحطنا في الصورة وكلمنا في هذا الأمر بالنسبة للجالية المصرية طبعا في المغرب جالية العزيزة في المغرب تقريبا يوجد حولي 10 تلاف مواطن مصري يتم الاتفاق مع الاتحاد المغربي ومع مجلس دارة النادي الاهلي على أسهل طريقة لتوفير التذاكر لهؤلاء المواطنين المصريون المجلس دارة النادي الاهلي أعتقد أنه هو الآن بصدد التوصل لآلية سهلة للجالية المصرية لتشجيحهم لحضور المطش معالي السفير شايف المباراة زي؟ تقول إيه لعبة النادي الاهلي وجود النادي الاهلي للمرة الثانية في ظرف يعني وقت قصر جدا ما بين مباراة الرجاة وهذه المباراة شايف الأمر ازاي؟ وتقول إيه لعبة النادي الاهلي والمباراة بإذن الله أقول أنه طبعا التشجيع وروابط المشجعين في شمال أفريقيا كلها لها طبيعة خاصة حماسية جدا وأعتقد النادي الاهلي أخذ خبرة في مواجهة الجماهير وطريقة التشجيع ونتمنى كل التوفير للنادي الاهلي وأعتقد النادي قادر على الفوز بالبطولة إن شاء الله معالي السفير بنسكور و بنشكور حضرتك ونبارك إن شاء الله بعد الفوز بالمباراة بإذن الله إن شاء الله شكرا لفنم عزيزة مشاهدة وتبقى شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان ده كان لقاءنا طبعا معه معالي السفير ياسر عثمان سفير جمهورة مصر العربية لدى المملكة المغربية دور وتواصل مهم جدا مع مسؤول النادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الاهلي طبقى التوفيق إن شاء الله من عند ربنا سبحانه وتعالى أنه يكرم رعابة النادي الاهلي إن شاء الله ويتواجه بذي البطولة من جديد تعود الكلمة للزملية في الستوديو